اشتركوا في القناة رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العودة من لساني يفقه قولي بما شئت ربنا الحلم بعض محافظة رقم 23 محافظة الوادي الجديد موجودة معنا صفحة 118 كتاب الامتحان طبعة 23 يلا بينا على بركة الله أول سؤال أكمل ما يأتي رتب من دليف العناصر تصعوديا حسب حسب إيه حسب أوزانها الزرية أوزانها الزرية ورتبها مزلي حسب أعدادها الزرية يبدأ ظهور العناصر الانتقالية ابتداء من الدورة كم الرابعة وهي تتكون من نقط مجموعات كم مجموعة يعني طبعا إيه عشر مجموعات أعلى طبعات الغلاف الجوي من حيث درجة الحرارة اليمين السيرموسفير سيرموسفير وأقلها درجة حرارة اللي أنا بسميها الميزوسفير الميزوسفير طبعا الحرارة هنا في السيرموسفير 1200 درجة إنما في الميزوسفير بتصل إلى سالب تسعين درجة سليزي خليبنا يمثل الإيريكوبيت رقص حلقة وصل بين الطيور والزواحف حدد موضع العناصر الاتية بالجدول الدوري الحديث رقم واحد إن سبعة الإن اللي هو مين اللي هو النتروجين فعندنا كده أول حاجة اللي هو الإن إن سبع مجاة وزاحة يعني اتنين خمسة كي إل طبعا العنصر ده موجود في الدورة واحد اتنين الدورة الثانية المجموعة بتاعته آخر مستقف في خمسة فقول له المجموعة اللي هي فايف ايه او المجموعة اللي هي رقم خمستاشر الأنصر التاني اللي هو سي إيه عشرين كالاسم سي إيه اتنين مجاوزة العشرين اتنين تمانية تمانية اتنين كي ال ام ان طيب الدورة بتاعته الدورة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة يقرر ربعة المجموعة اخي مستقف فيه كان فيه اتنين فقول للمجموعة تو ايه او المجموعة تو العنصر التالت اللي هو اللي هو عشرة اتنين تمانية كي لما جاوزع اللي هو العنصر اللي قدامه وزعناه خلاص هنجيب اللي الدورة بتاعته الدورة ادي واحد اتنين بالدورة الثانية اخر مستوى مكتمل بالالكترونات طالما هو مكتمل بالالكترونات هقول له مجموعة السفرية او او هقول له مجموعة رقم تمنتاشر العنصر الرابع اللي هو الاس اللي هو كبريت ستاشر لما جاوزع ستاشر اس اتنين تمانية ستة كي ال ام عندي هنا ما جا بص كده ادي واحد اتنين تلاتة يبيت دورة كام الدورة السالسة المجموعة نهم السامع الله ينور اخر مستوى في كام في ستة يبقى له ستة ايه اول مجموعة رقم كام ستة اشار اي حاجة فيهم صح اعلن لما ياتي رقم واحد ارتفاع درجة غليان الماء اولو الاجابة بسبب وجود الروابط الهيدروجينية طبعا الروابط دي ازا ما احنا عارفين بتؤدي الى ايه شذوس اوصمين الماء رقم اتنين استخدام الكوبلت ستين مشافي حفظ الاغذية اقوله لجامة لانه يصدر منه اشعة جامة جامة التي تمنع تقاصر الجرسيم الموجودة بالغذاء دون ان تؤثر على صحة الانسان اخطب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الاغتية رقم واحد مقدرة الزر في الجزء التساهمي على جذب الكترونات الرابطة الكيميائية نحوها طبعا ده هتعرف مين السلبية القهربية ترتيب الفلزات تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي بتكلم على مين متسلسلة النشاط الكيميائي ستائر ضوية ملونة مبهرة ترى من القطبين الشمالي والجنوب للأرض بسمها ظاهرة الشفق القطبي التنقص المستمر في أعداد أفراد النوع الواحد من الكينات الحية دون تعويض بسمها الانقراض اذكر مثلا واحدا لكل من رقم واحد مركب تساهمي لا يزوب في المية ما بيدوبش في المية زي مين زيت الطعام زيت الطعام اكسيد حاميدي حاميدي خلي بقى يعني يحمر سباة عباد الشمس زي مين ثاني اكسيد القربون او ثاني اكسيد الكابريد برضك صح رقم ثلاثة حفرية طابع هقوله زي طابع سمكة او ممكن اقوله طابع اللي هو نبات من الصرخصيات رقم اربعة حفرية قالب مصمت هقوله زي حفرية مين الايمونايت الايمونايت او حفرية اللي هي النيمونايت برضك صح اذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبال افرست كان عشرين درجة وستة من عشر درجة مقوية فكم تبلغه عند قمته والتي ترتفع عن الارض بمقدار تمنتلاف تمنمية اتنين وستين متر لازم اول حاجة نهو اللي هو المتر ده احوله الى كيلو متر طب انا حوله زي هقسم على الف يبقى اول حاجة تمنتلاف تمنمية اتنين وستين هقسم على كام على الف بنكتب قاعدة بتاعتنا الاول ايه قاعدة بتاعتنا هقول له كلما ارتفعنا الى اعلى واحد كيلو متر تقل الحرارة ستة ونص درجة سلزية عندي هنا اللي هو الارتفاع اللي هو بدوني كام تمنتلاف تمنمية اتنين وستين هسمو على كام على الف هيطلع لنفس الرقم كده هاخد العلامة بعدها صارت على الرقم يعني اتنين ستة تمانية العلامة وبعدها كانت تمانية بس حولت له ايه الى كيلو متر اللي طلع عندي ده هضربه في كام هضربه في ستة ونص يبقى قوله مقدار الانخفاض في درجة الحرارة بيساوي اللي طلع عندي كام اللي هو تمانية وتمنمية اتنين وستين من الف هضربه في كام في ستة ونص لما اضربه كده وحساوي اللي قال الحسب هيطلع معي سبعة وخمسين وستة من عشرة درجة سلزية بعد كده اللي نتج عندي ده هطرحه من اللي هو موجود عند سطح الارض اللي هو كام اللي هو عشرين وستة من عشرة يبقى عندي هنا قوله اذا درجة الحرارة عند قمة الجبل بيساوي الدرجة تحت كام عشرين وستة من عشرة ناقص اللي انا جبته كام سبعة وخمسين وستة من عشرة ما حدش يقول ده كبير احطه في الاول لا اللازم ابدأ من اللي هي الدرجة اللي هي موجودة عند سفح الجبل اللي هي موجودة على سطح الارض فهي في الاول دايما نخلي بالنا طبعا ده هيطلع لي بالسالب لما اطرحه المبادئة يطلع معي كام سبعة وثلاثين درجة سلزية يبقى عند ده الكمة كام تلعي كام سبعة سالب سبعة وثلاثين درجة ايه سلزية اختر الاجابة الصحيحة مما بين القصين استخدام مياه المناطق البحرية في تبريد المفاعلات النووية ينشأ عنه تلوث ايه حراري الشعاي كيميائي بيولوجي طبعا تلوث مين حراري لانه بيؤدي لانفصال اليمين غاز ايه الاكسوجين من المياه اكتشف العالم نقط مستوية الطاقة الرئيسية بالزرة بور ولا مندليف ولا مزلي ولا ووفمان طبعا مين اللي هو بور تقدر درجة الاوزون بوحدة ايه الكيلومتر الدبسون النانومتر المليمتر طبعا مين الدبسون من امثلة الحفريات الدقيقة الماموس صرخصيات الفيرومانفرا النيمولايت طبعا مين الفيرومانفرا اللي يبتم وجود او بتدول على اللي هي مين اللي هي وجود البترول فيه التربة استخرج الكلمة غير مناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات البوتاسيوم الماغنيسيوم الكالسيوم الفضة هنشين مين الفضة وعند العناصر التانية دي تنوام تتفاعل مع مين تتفاعل عناصر تتفاعل مع الماء عكس مين عكس الفضة السيليكون التيروليوم البوروم البورون هنشيل مين هنشيل البروم والباء دي هقول له منين من اجباه الفلزات او بسميها اجباه مواصلات كسيد النيتروجين بخار الماء الفريون الهالونات هنشيل مين هنشيل بخار الميا والحاجات اللي فضلة دي انا اقول له من ملوسات طبقة الوزون البرومتر الانو الريض التيرمومتر الالتيميتر هنشيل الترمومتر والحاجات اللي فضلة عندي ديتنا اقول له اجهزة تعتمد على الضغط الجوي عند تحليل الماء كهربيا كان حجم الغاز الذي يشتعل بفرقها يعني بيكلمنا على غاز مين بيكلمنا على غاز اللي هو الهيدروجين عند تقريب شزية مشتعلة اليه كام اربعتاشر سنتيمتر مقعب يبقى الهيدروجين كام اربعتاشر سنتيمتر مقعب ما اسم هذا الغاز هقول له غاز مين غاز الهيدروجين ما اسمه حجم الغاز الاخر الناتج عن عملية التحليل القهرابي الغاز التاني اسمه ايه هقول له غاز الاكسوجين غاز الاكسوجين واعوز هنا اللي هو الحجم بتاعه احنا عارفين الاكسوجين بيكون مص حجم مين غاز ايه اللي هو الهيدروجين مص اللي هي الاربعتاشر يعني بيساوي كام بيساوي اللي هي سبعة سنتيمتر مقعب ما اسم الجهاز المستخدم في عملية التحليل الكهرابي هقول له فولتا ميتر هوفمان. ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة او علامة خطأ امام العبارة الخطأ مع التصويب يبهنع وسط تصويب خلي بالنا. زيادة تركيز الزائبك في مياه الشرب يودي الى الاصابة بفقدان البصر. فقدان البصر بينتق عميين عن الزائبك. وكلام ده صح? فقول له العبارة صحيح. تدل حفريت الصرخصيات على ان البيئة المعاصرة لتكوينها كانت دافئة صافية ضحلة. ها صح والغلط طبعا غلط. هنشير الصرخصيات ونكتب مكانها ايه? المرجان. انما طبعا اللي هي الصرخصيات بتدل على ان البيئة المعاصرة لتكوينها كانت لها بيئة استوائية حارة منطرة نخلي بالنا. تعتبر محمية البندة اول محمية طبيعية تم انشأها فين في مصر? صح والغلط? طبعا غلط. هنشيل المحمية اللي هي البندة ديت هنشيل البندة ونكتب مكانها مين محمية ايه? رأس محمد. رأس. محمد. الغازات الدفية تنتج من احتراق الوقود الحفري. وحرق وقاطع اشجار اللي هي الغابات. وقود حفر زي اللي هو الفحم والبترول. طبعا الكلام ده صح. عشان بيطلع له منه غازات مين? زي مين? سي سانوكسيد الكربون واو الاكسيد ايه? الكربون. اختر من العمودين بي وسي ما يناسب العمود ايه? وعد كتابة العبارات كاملة. اول حاجة عندي رقم واحد. واحدة اللي هي الفئة مين? اللي هي الفئة اللي هي اف. هيمشي معنا ايه? تقع اسفل الجدول الدوري. يبقى مع مين? مع اتنين. واتنين همشي معنا هنا. تضم عناصر سلسلتي اللي هي اللانسيدينات والاكتدينات اللي هي رقم كام رقم واحد. بعد كده رقم اتنين. رقم اتنين اللي هو مين? قدم الديناصور. طيب يمشي معنا ايه? دي عبارة حفريت ايه? اصر اللي هي رقم كام رقم اربعة. حفريت الاصر هنشوف كده يمشي معنا ايه هنا كده. تدل على نشاط كائن حي قديم اثناء ايه? اثناء حياته. يعني الرقم كام? رقم اتنين. نيجي بعد كده رقم كام? تلاتة. اللي هو الاكسوسفير. الاكسوسفير هيمشي معنا هنا تزبح فيها الاقمار الصناعية اللي هي رقم كام? الرقم تلاتة. ورقم تلاتة هيمشي معنا اليامة التانية هنا. التي تستخدم فيه الاتصالات اللاسلكية والبس التلفزيوني. اللي هي رقم كام? رقم اربعة. هنيجي اخر حاجة عندنا رقم اربعة. اللي هو الصوديوم. الصوديوم نشوف كده طبعا من ايه من عناصر مين الاقلاء? يعني رقم واحد. واليامة التانية كده يمشي معنا ايه هنا? يسام في توليد القهرباء من الطاقة ايه البخارية اللي هي رقم كام? رقم تلاتة. ماذا يحدث عندها مع كتابة المعادلة الرمزية الموزونة? كلما امكان ذلك. رقم واحد امرار غاز الكلور في محلول بروميد البوتاسيوم. يبقى عندنا اول حاجة اللي هو كلور. كلور الرمز بتاعها اللي هو سي. ال تو. همرره في بروميد البوتاسيوم. البوتاسيوم اللي هو ايه? والبروم اللي هو بي ار. ايه اللي هيحصل عندنا هنا? عندنا الكلور انشط من البروم فيحل محله. فيكون لي هنا هيطرد مين برا الاول كده? اللي هو البي ار. ويحل محله يخش مكانه. يعني انك اقول لي كيه? سي ال. نوز المعادلة كده. عندي هنا اتنين سي ال. هنا في واحدة. اللي ما اللي فهم نصح احط اتنين. اصبح في اتنين كيه. احط انه اتنين. دلوقتي بقول لي ماذا يحدث? ماذا يحدث? اقول له ايه? اقول له يحل اللي هو مين? الكلور. محل محل مين? البروم. لانه انشط منه. ويكون. ايه اللي يكون عندي? ده اسمه ايه? كولوريد. الموتاسيوم. ويهي كمان? والبروم. السؤال التاني. وضع شريط من الماغنيسيوم في حمض الهادروكلوريك المخفف. طب الماغنيسيوم رمزه ايه? ام جي. ام جي. مع الحمض اللي هو حمض الهادروكلوريك المخفف اللي هو اتش سي ال. اتش سي ال. مخفف يعني ضئيل. ايه اللي هيكون عندنا? هيتكون اللي هو ام جي. سي ال تو. زائد غاز الهيدروجين هيتصعد. تعالي نشوف معادلة موزونة. هنا في واحد ام جي. هنا في واحد ام جي. واحد اتش. هنا في اتنين اتش. اللي هما دفع الناص احط اتنين. في اتنين اتش اتنين اتش. اتنين سي ال اتنين سي ال. يبقى كده المعادلة اتوزنت معي. فهنا الماغنيسيوم مع حمض الهادروكلوريك هقول له ايه? يتكون. اللي هو اسمه ايه ده كولوريد. ماغنيسيوم. ويتصعد غاز مين? ويتصعد غاز الهيدروجين. الذي يشتعل بفرقع. بالهاب. ازرق. يا رب كن فيهمنا. ما تنساناش من صالح دعواكم. كان معكم استرطار واللقاء ان شاء الله في فيديو القادمة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.